على فكرة كلام عب حليم حافظ كان بعد مباراة الآلي ومونشن جلاد بخ الألماني ودي كانت مباراة كبيرة قوي من المباراة الودية الكبيرة قوي وكان جمال بارز قوي كابتن محمود الخطيب وانا فاكر او شفنا كتير من الفترة دية كابتن محمود الخطيب منشن جلاد بخ بعت للنادر لالة عرض لشراءه وكان منشطة مجلة الالة لو هتشوفوها دلوقتي ان مونشن جلاد بخ بيقدم عرض رسمي للشراء محمود الخطيب والخطيب بيرد لما عرضوا عليه قال لهم لن اترك الاهلي ولو بمليون جنيه وتكلموا في السبعينات شوفوا بقى في 76 المليون جنيه ده كان يعمل ايه يشتري البلد لا يعني الطلب في طهر الشيخ ده 9 ابريل 50 ألف جنيه اعتبرناها هنا 50 ألف جنيه وانا قلت قبل كده ان اربع تلاف جنيه حالت دون قدرتنا على ضم حسن شحاد اربع تلاف جنيه شوفوا بقى لما يكون المونشن جلاد بخ عايز الخطيب على فكرة عب حليم حافظ حتى لما تكلم على الخطيب وقال له لا 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 ده عمل حاجة عالية جدا استاذ حسن مستكاوب في بداياته الصحفية بدأ مش مع والده في الأهرام بدأ مع الأستاذ حمد النحاس في الكرة وملاعب كانت لسه طالع على الكرة وملاعب فعمل بقى السابق صحفي يعمل ايه عمل حوار مع عب حليم حافظ اتنشر على حلقتين في 76 في الكرة وملاعب بس كمان كان علاقته بالأهل والكرة انه عب حليم كان شايف ان الخطيب ده الكمانجة بتاعته الكرة الله فبصوا حس الكروي بتاع عبد الحليم حافظ وازاي بيتفرج وازاي بيستمتع الخطيب كمانجة الكرة المصرية الأهل احسن فريق في بلدنا وحن في بسطان وراء حبي للأهل وبصوا من زمان ورأيوا في الكرة نظام المجموعتين في حاجة غلط لغاية دلوقتي كل ما يتقال الدوري من المجموعتين الناس كلها ترفضوا والرؤية للكرة بره انه برايات بلاد بره كلها حلوة الكورة ها ها يعني عايشين احنا الفيلم ده ولا يتغير للأسف كل ده طبعا شفتوا هذا التقدير من عبد حليم حافظ للنادي الآلي فيه ذكرى ربنا يرحمه ويحسن إليه يا رب ويقدر حال الفن